نعم بطبيعة الحال حتى موافقة حماس على هذه الصفقة السؤال المطروح هو الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق مع من يتم الاتفاق؟ بطبيعة الحال مع حركة حماس وهذا مطلب أساسي لحركة حماس بأن يكون لها دور رئيسي في إدارة قطاع غزة هي لم تخرج من قطاع غزة ولذلك عملية تأمين المساعدات، من يشرف على هذه المساعدات عملية إعادة الإعمار إذا ما تمت الصفقة التفاوض يتم بصورة غير مباشرة مع حركة حماس إذن حماس هي ليست غائبة من المشهد الفلسطيني في قطاع غزة لذلك الصفقة تتحدث عن إفراج عن الأسرة من الجانبين تتحدث عن إعادة الإعمار تتحدث عن عودة النازحين الذين خرجوا من الشمال إلى الجنوب وعن الرفض الإسرائيلي لعودة من يسميهم بالمسلحين من حركة حماس من جنوب قطاع غزة إلى شمالها وهذا يضعنا في المعايير التي قد تفرضها إسرائيل على حركة حماس وعلى الوسطى فيما يتعلق بأنها ستحدد من هي الفئات التي ستعود من جنوب قطاع غزة إلى شمالها لذلك حماس تريد البقاء في الحكم في قطاع غزة وهذه الصفقة تتيح لها العودة مجددا إلى إدارة قطاع غزة ولكن ربما بصورة أخرى عن طريق إشراك السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل الفلسطينية في عملية إدارة القطاع معروف بأن حركة حماس سيطرت على قطاع غزة بإنقلاب عام 2007 ولكن الصورة بعد الحرب تختلف هذا ما ترفضه إسرائيل إسرائيل ترفض وجود حماس في المشهد الغزي بعد انتهاء الحرب ليس في إسرائيل من تكرر من يكون في قطاع غزة هذا شأن فلسطيني خالص سؤال يطرح هذا صحيح تتحدث حضرتك بشكل منطقي لكن سؤال يطرح هل يمكن أن تتخلى حماس عن أي دور لها مستقبلا في غزة مقابل إيقاف الحرب والتصعيد الإسرائيلي الأخير والضغط إسرائيل خاصة في حال رفضت المباحثات الآن أو ما يطرح الآن من مباحثات بطبيعة الحال لا لا يمكن لحركة حماس أن تتخلى عن شرط بقائها في قطاع غزة وأن تشارك في حكم قطاع غزة مع عدد من الأطراف الفلسطينية وخاصة السلطة الفلسطينية لأن هذه الحرب تدور بالأساس على حركة حماس من جانب إسرائيل وعدم عودتها إلى ممارسة الحياة السياسية وإدارة شؤون قطاع غزة وقد بحثت حكومة بن يمين نتنياهو إيجاد بدائل لحركة حماس عن طريق العشائر العائلات ربما شخصيات مستقلة ولكنها فشلت في ذلك لذلك حركة حماس ستتمسك بهذا الشرط ولن تغيب عن المشهد في قطاع غزة ربما تسمح بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ولكن أن تنتهي وأن تخرج من قطاع غزة بأي دور سياسي فيه فأنا أعتقد أن حماس سترفض مثل هذا المطلب حتى لو كان الثمن هو وقف هذه الحرب لأنه حتى اللحظة لا يزال مطلب حماس هو وقف الحرب بشكل كامل ووجود ضمانات مكتوبة ولكن الضمانات التي يتم الحديث عنها هي ضمانات شفوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والوسيطين المصري والقطري وهذا الأمر الذي لا تزال حماس حتى اللحظة ترفضه دون خوض الحديث عن إدارة قطاع غزة والتي تصر بطبيعة حركة حماس على بقائها في قطاع غزة وإدارتها للعكم وعملية إدارة المساعدات وشؤون المواطنين هناك من تتحكم في الموضوع هي حركة حماس